بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا أولاد الاختبار الرابع من اختبارات شهر نوفمبر من سلاح التلميذ يلا نشوف السؤال الأول بيقول ايه في الاختبار الرابع بيقول لي يتكون قطار النوم من 15 عربة الأطر كله 15 عربية ملحومين في بعض طب كل عربية 44 مقعد الأول 44 والتاني 44 يبقى فيه تقرار ولا ما فيه تقرار فيه تقرار يبقى ازاي نجيب عدد مقاعد القطار نضرب اللي اتنين في بعض هضرب كام اللي 44 فيه 15 ضرب خوارزمي ونروح المسود ده هتطلع الإجابة 660 والتمييز بالمقعد اللي بعده عايز يعمل تأدير لدول طب حل بمزاجي قال لي لا يا حبيبي من أول خانة يسار أوكاي يبقى نسيب الخمسة وبدل دي ودي صفرين نسيب الواحد وبدل دي ودي صفرين يبقى عندك كم صفر أربعة صفار وخمسة في واحد بي خمسة يبقى الإجابة خمسين ألف وهو اللي شارط عليك استراتيجية أول خانة يسار الثالثة رامي بيقرى العدد ده من الصفحات في خمستاشر يوم يعني العدد ده بتاع كمية طب أنا عايز اللي بيقرى في اليوم الواحد بدان بيسأل على المفرد تبقى تبقى مسألة اسمه هأسم كم على كم يا أولاد ستمية خمسة وسبعين على خمستاشر هتطلع لك في الإسم المطولة خمسة واربعين أنا بدي لك الإجابة وإنت تعمل الطريقة هيبقى كم يا أولاد ستمية خمسة وسبعين على خمستاشر والإجابة هتطلع خمسة واربعين والتمييز صفحة لأن العنوان عدد الصفحات نجي للسؤال الأول وتكملته يستخدم أحد الأفران الكمية دي في اليوم من الدقيق يبقى الكمية دي بتاعت يوم طب أنا عايز ثلاثين يوم يبقى معنا كده الندال المفرد ومعنا كده الن الرجل عايز كمية يبقى مسألة ضرب طب هضرب كم في كم الستمية خمسة وعشرين فيه ثلاثين هتطلع لك الإجابة 18705 وتأكد ورايا في المسودة هي التجزئة الإيه السليمة والصحيحة نجي للسؤال اللي بعده أكمل لحظت إيف دي التسعة وتسعين هي التسعة وتسعين ولكن زادت أربعة صفار يبقى الضربة في عشر تلاف عشان أربعة صفار طب إزاي نضرب دي في دي نعتبر دي ستة ونعتبر دي مية واثنين وضرب ضربة عادي خالص ستة في اتنين باثناشر تمام تمام طب ليك تبتع كلها عشان وراها زيرو ستة في واحد بستة المستر ضرب طب بوينت بعد رقم وبعد رقم عند الضربين جماعي العالمات طب دي اسمه هنقسم اسمه مطولة بالاسم الخوارزمية هقولك الإجابة تطلع اتنين واربعين وتأكد ورايا اللي بعدها عايز باقي اسم دي على دي يبقى لازم أقسم اسمه مطولة وبدأ مقال الباقي يبقى تاخد الباقي من تحت هتلاقي المتبقي تلاتة وهتلاقي خارج الاسم فوق مش محتاجه المسألة اللي بعدها غلسة شوية خطوة سامي واحد وتمانين من بية ملمتر طب أنا عايز المسافة اللي بيمشيها سامي لو مش ألف خطوة لو مش ألف خطوة أقول له سهلة ناخد العدد ده بتاع المفرد ونضربه في ألف يبقى أضرب كم في كم يا أولاد واحد وتمانين من مية واضربه في إيه في ألف جميل طب عند الضرب في ألف نعمل إيه ننزل العادات سادة ونمط بالبوينت تلات خطوات يمين أدي واحد أدي اتنين فاضل خطوة حط صفر كده التمييز بالإيه بالمتر طب ما هي سهلة يا مستر حامل وما اللي بتقول صعبة ليه ما خدتش بالك إنه عايزها بالكيلو يبقى عايز يحول من ديء لكيلو يبقى نعمل إيه جماعة ناخد التمنمية وعشرة ونقسمها على ألف يا أولاد طب ليه لإن من المتر للكيلو أصغر نحزف صفر مع صفر واحد وتمانين عالمية تبقى واحد وتمانين من مية ونطلع الإيجابة فوق السؤال اللي بعده الأخير في الرابع يقول لي أكتب أجب عن الأسئلة الأتية سعاد اشترت ستة كيلو رز جميل واشترت تمانية كيلو سكر جميل بس ده حاجة وده حاجة ده رز وده سكر ده ستة كيلو وده تمانية كيلو قال لي بس فيه معلومة ظريفة تقول له تفضل قال لي سعر كيلو جرام السكر بيساوي إذا كان سعر كيلو جرام من السكر أو الأرز 12 جنيه فيه أنت من كده حاجة آه إن سعر كيلو رز 12 وسعر كل سكر 12 يعني متساويين في السعر يبقى معنا كده لو انت شاطر تقدر تعمل ايه اولان من جدع يقول اجمع الستة كيلو مع التمانية كيلو يبقى نجيب عدد الكيلو جرامات اللي اشتراها فهمتني طب ليه جمعتهم لانهم اللي اتنين بيتبعوا بسعر واحد تمام تمام يبقى ستة زائد تمانية هيطلع لأربعتاشر كيلو جرام يبقى السكر والرز سوى اربعتاشر كيلو طب انا عايز السمن الذي دفعه يبقى نعمل ايه ناخد الاربعتاشر كيلو ونضربهم في تمن الكيلو الواحد اللي هو الاثناشر هيطلع للإجابة على طول مئة تمانية وستين والتمييز بالجنة اللي بعدها بيقول لك طلب المعلم من خالد ان يضرب ديف 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 بأكتر من طريقة ساعد زميل يا خالد عايز نتج الضرب بثلاث طرق مختلفة طب ايه الثلاث طرق المختلفة للضرب يا ولاد عندنا كذا طريقة منهم بص 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 نموذج مساحة المستطيل ارسم الجدول وطلع الإجابة أو طريقة التجزئة جزء المسألة أو الخوارزمية المعيارية ادي ثلاث طرق طب لما اضرب ديف دي الدين يا مستر تذكرة قل للإجابة هتطلع كام الإجابة النهائية هتطلع 8738 طب بأي حالة بأي حالة طبعا دي أو دي أو دي لازم الإجابة هي هي كده خلص النموذج الرابع من اختبارات سلاح التلميز يا ربي يكون أهل وبسيط يا أولاد اشتركوا في القناة